ومن التهم التي يروجها بعض الناس رمي هيئة كبار العلماء بأنها مسيسة وإن كانوا يعنون بأنها تتبع سياسة ولي الأمر فهذا مما يندرج في جملة طاعة ولي الأمر فإذا كان لولي الأمر سياسة في الداخل أو في الخارج بالمعروف فإن من تحيطهم هذه الولاية مأمورون بطاعة ولي الأمر وإن كانوا يقصدون أن هؤلاء العلماء يقبلون ما يسمونه فرض السياسة يعني الحاكم وأنه يملي عليهم فهذا لا وجود له ألبتة وهذا أحد أقدم أعضاء هيئة كبار العلماء وهو الشيخ صالح بن محمد الحيدان وقد قاربت مدة وجوده الآن في الهيئة 48 سنة ذكر وهو صدوق اللسان بأنه لا يذكر مرة واحدة أنه قيل لهم في هيئة كبار العلماء ولا غيرها قولوا هكذا أو اكتبوا هكذا فمن يذكر بأن الهيئة يقال لها قولي هكذا فتقول أو اكتبي هكذا فتقول عبر مجلسها فهذا شيء كذب لا صحة له أبدا